تحت رعاية اسمه شيخ ناصر بن حمد الخليفة الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسبقات القدرة ينطلق عند الساعة السادسة من صباح غد السبت سباق افتتاح موسم القدرة لمسافة 120 كم و80 كم تأهلي والذي من المتوقع يشارك فيه نخبة من فرسان المملكة يمثلون مختلفة الاستبلات المحلية في مملكة البحرية ويعتبر سباق افتتاح الموسم ثاني مسابقات الاتحاد الملكي للفروسية وسبقات القدرة والتي اعتمدها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسبقات القدرة وكان سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسبقات القدرة قد شهد إجراء الفحص البيطري للجياد المشاركة في السباق الأول في موسم القدرة حيث أكد سموهما على ضرورة إنجاح الموسم الحالي وتوفير مختلف أشكال الدعم والمساندة للفرسان من أجل إبراز الصورة المشرفة عن رياضة القدرة البحرينية والمحافظة على الإنجازات الكبيرة التي حققها الفرسان في الموسم الماضي مشيدين سموهما بالإجراءات التنظيمية التي رافقت فعاليات إجراء الفحص البيطري للجياد المشاركة في السباق وقد حتى سموه الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على تحقيق النتائج المتميزة في السباق معتبرا أنه فرصة حقيقية أمام فرسان الفريق الملكي وفرسان الإستبلات المحلية لمعرفة قدرات جيادهم وأبدى سموه الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ثقته الكاملة في أعضاء الفريق الملكي للإمكانيات الكبيرة التي يمتلكونها والخبرة الواسعة التي اكتسبوها جراء المشاركة في مختلف البطولات والأحداث العالمية مشيرا إلى أن الفريق الملكي سيكون حاضرا بقوة في السباق وأشاد سموه الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بفرسان الإستبلات المحلية الذين بذلوا جهودا كبيرة في تجهيز جيادهم للموسم الحالي متمنيا سموه للفريق الملكي وفرسان الإستبلات المزيد من التوفيق والنجاح في هذا السباق ترجمة نانسي قنقر